فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية والمسألة الثانية المتخذين عليها أي على القبور المساجد والمساجد يعني المصليات سواء بني عليها مسجد أو لم يبنى ولكن تعتاد ليصلى عندها ولو في الفضاء فهذا من اتخاذها مساجد ولذلك لا تجوز الصلاة عند القبور فمن المواطن التي تحرم الصلاة فيها عند القبور فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور وإن كان المصلي يصلي لله ولكن صلاته في هذا المكان وسيلة إلى تعظيم القبر وربما أنه يظن أن الصلاة عنده أفضل من الصلاة في مكان آخر فيفضي هذا إلى الشرك بالله عز وجل والمتخذين عليها السرج وهي الإضاءات فلا يجوز أن تضاء المقابر بالمصابيح أو بالسرج أو بالكهربة لا يجوز هذا لأن هذا مدعاة لتعظيمها هو التعلق قلوب العوام والجهلة بها فإذا أنيرت وضع عليها مصابيح وضع عليها إضاءات إضاءات سار هذا جالبا للزوار ومعلقا لقلوب العوام والجهال بها فيزداد بذلك الشر وليس هناك أفضل من قبور الصحابة في البقيع ولم يحصل فيها إسراج ولا شيء من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن والحمد لله فلا يجوز أن تضاء القبور وإذا جاء الناس للدفن في الليل يأتون معهم بسراج أو مصباح لقدر الحاجة ثم يرجعون به أما أن يقال أن تضاء القبور من أجل أن من جاء يزور بالليل أو من جاء يدفن بالليل فهذا لا يجوز لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم بل لعنه على ذلك لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك والغلو في القبور فيجب التنبه لهذا الأمر الخطير فهذا فيه سد الزرايع المفضية إلى الشرك